اليمن تعاني واحدة من اكثر الازمات الانسانية تدميرا في العالم بهذه العبارة انهى المبعوث الاممي بيانه معلنا انهاء فترة عمله في اليمن نهاية فبراير القادم مواكدا في رسالته للامم المتحدة اهمية الاستمرار في دعم الجهود الرامية لاجاد حل سياسي لليمن في ظل توقعات بتعين البريطاني مارتين غرفينتس لاستكمال مهام البعثة الاممية في اليمن وبالتزامن مع اعلان ولد الشيخ قرب انتهاء مهمته اعلنت الخارجية البريطانية عن اجتماع للرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والامارات وهو الاجتماع المقرر انعقاده اليوم الثلاثة وقالت الخارجية البريطانية ان الاجتماع سيناقش الخطوات القادمة لتنشيط العملية السياسية في اليمن مرحبة في الوقت ذاته بخطة المساعدات الانسانية التي اعلنها التحالف العربي الاثنين الماضي والتي تتضمن مليارا ونصف مليار وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن لضمان وصول المساعدات الانسانية رافقت الجهود البريطانية تحركات روسية لتنشيط العملية السياسية واكد وزير الخارجية الروسي سيلغي رافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي استمرار موسكو بدعم الاطراف نحو الحل السياسي كانت العملية السياسية قد شهدت تجمدا في مسار المفاوضات في العام الماضي وفشل ولد الشيخ في فرض حتى مقترحاته بخصوص ميناء الحديدة ومطار صنعاء وتواجه العملية السياسية القادمة بنظر محللين عوائق كثيرة لا تبدو عند المتغيرات الميدانية المعقدة للحل السياسي ولا تنتهي عند استمرار ميليشيا الحوثي بتهديد الامن الاقليمي